اليوم خلينا نركز على معنى المشاهدين طبعا على موضوع الغفران فخلينا هيك أفوت يعني بشكل مباشر شو هو الغفران؟ ما هو الغفران؟ أو إذا بتحب تحكي عن معنى الغفران؟ معنى الغفران كلمة غفر أو غفران أو مغفرة جات في كتاب المقدس العهد القديم بمعنى طلاق في المعنى العبري وجات ذكرت في سفر التكوين كلمت عن زي أن نوح كان بيطلي الفلك بالقار وعلشان كده أما بالزفت يعني اللي هو الزفت العادي وده يعني رمز واضح جدا كان بيكلم على الكفارة وبيكلم على المسيح نفسه يعني كتير جدا من الشراحة ما بيجوا يشرحوا الكلمة كتاب المقدس بيرجعوا لنوح وبيكلموا على الفلك بتاع نوح أنه هو المسيح والقار اللي طلبي الفلك دهوت علشان المية ما تخترقوش وتدخل جواه وكده كان بيكلم على دم المسيح اللي بيمنع عنا الهلاك الأبدي ودي كانت أول مرة بتتذكر في الكتاب المقدس في العادة القديمة لكن في العادة الجديد جات بمعنى تاني بتتكلم على الكفارة أو الكفر أو الغطاء وفي فرسلة يحن الأولى بيكلم إن أخطأ أحد منه فلانا شافية عند الآيب يسوع البار وهو كفارة لخطيانا وليس لخطيانا فقط بل لخطياء كل العالم فهنا وجهين اللي بيكلم عنهم فكرة الغفران في العادة القديمة والجديد يعني الأولى اللي تتكلم عن الستر أصدقى يعني كيف غطى الفلك والكلمة طبعا التانية المعروفة جدا اللي هي كلمة التغطية من كيبور في اللغة العبرية بالزبط اشتركوا في القناة